السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيبي طلاب الصف الخامس الابتدائي اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات منهج الكونناكت 5 وامكملين مع سلسلة المراجعة اللي بدأناها معاكم طبعا في السيشون اللي فات اخدنا التست الاول وللي محضرش التست الاول هسيب لكم الرابط بتاعه في الوصف تحت الفيديو علشان تقدروا تتابعوا سلسلة المراجعة من اولها والنهاردة يا حلوين معادنا مع التست التاني واول سؤال معانا زي ما تعودنا هو سؤال الليسنينج طبعا اتفقنا يا حلوين من السيشون اللي فات اني true هنحط حرف ت وفولس هنحط حرف الف فيلا بينا نقرأ الاسئلة بتاعت الليسنينج علشان نعرف لما نسمع الليسنينج من التيتشر هنركز على ايه اول حاجة نومبر وان بيقول لي يعني فارس قضى يوم حلو في النادي نومبر تو يعني طارق عمل ايه جرح الكاحل بتاعه في التدريب بتاع كرة القدم نومبر ثري يعني عمر عنده يعني من القراءة نومبر فور لما عندها ألم في أسنانها طبعا هنعرف كل واحد عنده ايه وفارس قضى يوم كويس ولا يوم مش كويس في الكلاب من خلال اننا نسمع كويس الليسنينج واحنا اتفقنا برضو يا حلوين اني الليسنينج هيبقى مش مترجم لاني تيتشر لما يجي قرى الليسنينج مش هيترجم فلازم نتعود اننا نسمع انجليش بس بدون الترجمة العربي يلا بينا حلوين هقرى الليسنينج ونركز بيقول لي فارس didn't have a good day at the club today five people came to the club today his friends had problems Tariq hurt his uncle at football practice Amr had an iraik from swimming Lama had a toothache two of his friends had a cold كده يا حلوين الليسنينج انتهى نركز في الليسنينج هقرى مرة تانية دي المرة الاخيرة وبعد كده هنبدأ نحل الأسئلة بيقول لي فارس didn't have a good day at the club today five people came to the club today his friends had problems Tariq hurt his ankle at football practice Amr had an iraik from swimming Lama had a toothache two of his friends had a cold كده يا حلوين نبدأ نحل الأسئلة واحنا بكده عرفنا هنحل الأسئلة ونعرف ايه منها صح وايه منها مش صح number one بيقول لي فارس had a good day at the club عايزة حد يجاوب بسرعة طبعا الإجابة برافو عليكم طبعا الإجابة false ليه بقى false؟ لأنه بيقول لي Tariq didn't have a good day at the club طارق يومه ما كانش كويس في النادي فهنحط حرف الف أصادها بعد كده بيقول لي Tariq hurt his ankle at football practice طارق أزى أو جرح الأنكل بتاعه في مطش أو تدريب كرة القدم طبعا الإجابة برافو عليكم الإجابة true هنحط حرف T بعد كده يعني عمر كان عنده وجع فودانه من القراءة الإجابة برافو عليكم الإجابة false لأن الوجع ده كان من إيه يا حلوين؟ برافو من السباحة number four لما كان عندها وجع فين؟ وجع في أسنانها أو ألم في أسنانها والإجابة true يبقى هنحط حرف إيه؟ برافو عليكم هنحط حرف T وبكده نكون أخدنا full mark في الليسنينج الأولاني الليسنينج التاني ده نوع من أنواع الليسنينج ولكن بيعتمد على أننا هنسمع وهنكتب كلمة في space أو في الفراغ أوكي؟ هنقرأ الأسئلة الأول بيقول لي number two listen and complete اسمع وأكمل number one Dalia likes space about different things ليلة تحب نقط عن أشياء مختلفة number two she is writing about space homes هي تكتب عن إيه بيوت ده هنعرفه من خلال الليسنينج this is very space for her okay number four Dalia's father is Anne والد داليا بيكون الله أعلم ده هنعرفه من خلال الليسنينج فيلا نستعد ونركز في الليسنينج علشان نعرف نحل الأسئلة بيقول لي my name is Dalia and I like blogging about different things this week I'm writing about unusual homes it's very interesting for me because my father is an architect so he sometimes takes me to see some brilliant places okay كده الليسنينج انتهى نسمع الليسنينج مرة تانية ونبدأ نجاوب على الأسئلة my name is Dalia I like blogging about different things this week I'm writing about unusual homes it's very interesting for me because my father is an architect so sometimes he takes me to see some brilliant places okay كده الليسنينج انتهى ونبدأ نحل الأسئلة number one Dalia likes space about different things Dalia بتحب ايه؟ Dalia بتحب برافو عليكم blogging blogging about different things اللي هي بتكتب مدونات عن أشياء مختلفة number two she is writing about space homes هي قالت الأسبوع ده هي بتكتب عن ايه يا حلوين؟ عن bravo unusual homes unusual homes ودي طبعا أخذناها في المنهج اللي هي البيوت اللي شكلها غريب أو غير عادية number three this is very space for here this is very interesting this is very ايه يا حلوين؟ interesting يعني الموضوع ده شيق جدا بالنسبة لها number four والأخيرة Dalia's father is an قلناها كذا مرة Dalia's father is an ايه؟ برافو is an architect architect يعني مهندس معماري اوكي؟ كده يا حلوين نكون انتهينا من حل سؤال listening complete نروح للسؤال الثالث ودا سؤال read and match A with B هنوصل من الكولم A الإجابة الصحيحة أو تكملة الجملة من الكولم B number one how do how do اوكي؟ مدينا ايه بقى؟ مدينا مجموعة من الجمل أو تكملات الجمل هاو دو ايه يا ترى؟ A very long pointed tooth ولا blind men ولا we can understand the world bitter ولا long trunks ولا you feel ولا a long pointed stack طبعا يا حلوين how do ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن سؤال وكل الجمل اللي احنا قريناها ما فيهاش غير وحدة اللي هي تكملة السؤال تكملة جملة السؤال اللي هي ايه؟ اللي هي letter E you feel فhow do you feel معناها كيف تشعر فقصاد letter E هنعمل ايه؟ هنضيف number one اوكي نمبر two when we listen to others لما نسمع الاخرين قبلتنا جملة هتكمل المعنى ده وهي جملة we can understand the world bitter اللي هي letter C لما نسمع كويس هنفهم ايه؟ هنفهم العالم بشكل افضل يبقى letter C اخدت number two number three a spare is الرمح بيكون الرمح بيكون ايه؟ حلوين bravo a long pointed stick a long pointed stick عصايا طويلة كده ليها ايه؟ حلوين ليها سن اوكي number four elephants have elephants اللي هي الافيال ما لها؟ عندها ايه؟ يا حلوين يطر a very long pointed tooth ولا long trunks ولا blind men طبعا تنفع لها ايجابتين تنفع لها ايجابتين ولكن هنركز ان number five a task as في تعريف للتاسك اللي هو الناب فمش هينفع نختار a very long pointed tooth هنختار elephants have ال elephants have عندها ايه حلوين؟ عندها long trunks long ايه؟ long trunks علشان نقدر نحل number five ونختار لها الاجابة الصحيحة لان ايجابتها ايه حلوين a task as a very long pointed tooth الناب عبارة عن سن طويل ايه؟ محدب اوكي؟ يبقى ما كانتش ينفع نقول elephants have a very long pointed tooth ليه؟ علشان موجود عندي تعريف الناب اصلا فاخترنا ان هي ليها ايه؟ ليها long trunks ليها خرطيم طويلة وبعد كده اخترنا تعريف الناب بان هو ايه؟ بان هو سنة طويلة مالها ايه؟ محدبة بعد كده يا حلوين هنروح لحل السؤال number four ويهي سؤال number four read the text and answer the questions يعني اقرأ النص واجب على الاسئلة وقلنا في نوعين من الاسئلة النوع الاول هيبقى سؤال اختياري والنوع التاني هيبقى سؤال بعلامة استفهام والاجابات كلها هتبقى من خلال التكست او النص بيقول لي اول حاجة طبعا هنقرأ الاسئلة choose the correct answer from A, B, C or D اختاري الاجابة الصحيحة من A, B, C او D number one بيقول لي the internet is one of the most space things in our life الانترنت بيكون حاجة ايه في حياتنا يطرق difficult ولا important ولا dangerous ولا expensive حاجة difficult صعبة ولا important مهمة ولا dangerous خطيرة ولا expensive غالية طب number two بيقول لي people should be الناس لازم تكون space when they write on their blogs لما يكتبوا على المدونات بتاعتهم لازم يكونوا ايه careful حريصين ولا careless مهملين ولا sad حزانة يعني ولا hot حرانين ده اللي هنعرفه من خلال النص letter B answer the following question اجب على الاسئلة التالية number three what can people write about on their blogs الناس ممكن تكتب ايه في المدونات الشخصية بتاعتها او تكتب عن ايه number four how can the internet help you كيف يستطيع الانترنت مساعدتك ويلا يا حلوين نشوف اجابات كل الاسئلة دي من خلال التكست او نص القراءة بيقول لي the internet اللي هو الانترنت اللي كلنا طبعا عارفينه is one of the most one of the most important things in our life now يبقى كده عرفنا اجابة السؤال الاولاني بيقول لي the internet is one of the most important things in our life now most people have blog pages online معظم الناس عندها مدونات شخصية على الانترنت they can write about يقدروا يكتبوا عن different things اشياء كتيرة او اشياء مختلفة for example على سبيل المثال homes المنازل animals الحيوانات plants النباتات and hobbies الهوايات people can share the information they need والناس يقدروا يشاركوا المعلومات اللي هما محتاجينها they can also make friends ممكن يكونوا صدقات from all over the world من كل انحاء العالم people can write about their personal lives on these blogs الناس ممكن يكتبوا عن حياتهم الشخصية في البلوكس او المدونات بتاعتهم so all people should be careful كل الناس لازم تبقى حريصة about what they write on blogs الناس لازم تبقى حريصة في الحاجات اللي هي بتكتبها في المدونات بتاعتها it's better that يعني من الافضل and they don't write about their personal information يعني المفروض او من الافضل انهم ما يكتبوش عن البيانات الشخصية او المعلومات الشخصية الخاصة بيهم اوكي كده يا حلوين نبدأ نحل الاسئلة السؤال الاول من اسئلة اللي تشوز the internet is one of the most space things in our lives يطرى difficult ولا important ولا dangerous ولا expensive برافو عليكم سمع حد شاطر بيقول لي important يبقى ايه يبقى نختار important اللي هي letter B number two people should be when they write on their blogs الناس لازم تبقى ايه يا ترى careful حريصة ولا careless مهملة ولا سات حزينة ولا hot طبعا الاجابة من خلال النص بيقول لي ان الناس لازم تبقى careful حريصة بعد كده نروح للاسئلة بتاعة علامات الاستفهام واول سؤال what can people write about on their blogs الناس ممكن تكتب ايه في المدونات الشخصية بتاعتها طبعا الاجابة عندنا يا حلوين هنلاقيها في السطر التالت الناس او بداية من السطر التاني والحد السطر التالت they can write about different things for example homes, animals, plants and hobbies يبقى هنكتب له ايه يا حلوين homes, plants, hobbies and their personal life لانه في جملة تانية قال لي انهم ممكن يكتبوا ايه عن حياتهم الشخصية طب how can the internet help you السؤال اللي بعده بيقول لي ازاي الانترنت يقدر يساعدك الانترنت بيساعدنا ازاي حلوين اننا ممكن نتشارك المعلومات مع بعض ونكون صدقات it helps me to share information يعني بيساعدني في ان انا اتشارك المعلومات and to make friends واكون صدقات from all over the world من كل انحاء العالم بكده يا حلوين نكون انتهينا من حل السؤال الرابع ونروح بسرعة للسؤال الخامس وهو السؤال reorder يعني اعادة الترتيب اول حاجة بيقول لي يعني قاعد ترتيب الجمل علشان تحصل على قاعد ترتيب الكلمات علشان تحصل على جمل صحيحة number one بيقول لي did people wear houses built هو هنا عايز سؤال معناه اين يبني او اين بنى الناس بيوتهم هيبقى ايه wear وبعدها الحلوين الفعل المساعد اللي هو did فهقول ايه where did people build houses where did people build houses بعد كده number two is water there salt oceans in اوكي يبقى هنقول ايه there برافو عليكم there is salt water in oceans يعني يوجد مياه ملحة في الاوشنز او في المحيطات تمام number three blogging وعرفنا blogging يعني ايه اللي هو الدخول على المدونات وكتابة المدونات blogging things i about different like فهقول ايه i like blogging about different things i like blogging about different things يعني انا بحب اكتب ايه في المدونات عن اشياء عديدة number four you throat a do have sore يبقى ده سؤال معناه هل انت عندك التهاب في الحلق فهقول ايه do you have a sore throat do you have a sore throat هل عندك التهاب في الحلق وبكده يا حلوين نكون انتهينا من حل سؤال الري اوردر وقلنا سؤال الري اوردر مهم جدا ولازم اكون عارف لو انا هكون السؤال السؤال بيبقى ترتيبه عامل ازاي ولو هكون جملة عادية هيبقى ترتيب الجملة العادية عامل ازاي number six سؤال punctuation او علامات الترقيم بيقول لي punctuate the following number one patients always go to hospitals لو بصينا على الجملة هنلاقيها جملة عادية مش جملة سؤال فمعنى كده اننا هننهيها بايه هننهيها بfalس طوب ولكن نروح في الاول علشان نعمل حرف ال-P في patients capital فهنعمل حرف ال-P وبعد كده هنبص على باقي الجملة مش هنلاقي فيها اي حاجة فهنحط number two is Magda at home now هل Magda في البيت دلوقتي الجملة دي جملة ايه يا حلوين جملة سؤال فنعرف اننا هنحط علامة استفهم في الاخر تعالوا ناخد الجملة واحدة واحدة هنبص على S هنلاقي حرف ال-I موجود capital عادي فبعد كده هنبص على Magda هنقول ان Magda دي ايه Magda دي اسمه شخص فلازم نعمل ايه لازم نعمل حرف ال-M capital we at home now ما فيهاش اي حاجة فهنعمل يا حلوين question mark علامة الاستفهام بعد كده هنروح للسؤال الاخير وهو سؤال ال-paragraph بيقول لي write a paragraph of 40 words using the following guiding elements اكتب باراغراف من 40 كلمة باستخدام العناصر الاسترشادية التالية وطبعا هو جايب لي العنوان بتاع ال-paragraph وبيقول لي how to be healthy يعني ازاي تبقى بصحة جيدة او تحافظ على صحتك وتبقى بني ادم healthy يعني بني ادم بصحة جيدة فجايب لي عناصر استرشادية زي thanks we should eat to be healthy يعني الحاجات اللي لازم نكلها علشان نبقى اصحة we enough sleep نحصل على قسط كافي من النوم we exercise نتمرن فيلا نشوف يا حلوين هنكتب ايه اول حاجة هكتب له ايه هقول له there are many things we can do to stay healthy يعني فيه حاجات كتيرة نقدر نعملها علشان نحافظ على صحتنا ونبقى بصحة جيدة بعد كده first we should eat healthy food هاخدهم steps هقول له ايه هقول له first وبعد كده واخيرا هنعمل ايه هناخدهم steps او خطوات فهقول له first اول حاجة we should eat healthy food لازم ناكل اكل صحي ok fruit and vegetables are very important for our bodies يعني الفكهة والخضار مهمين جدا لأجسمنا ودي امثلة على healthy food اوكي يبقى ممكن اقول له we should eat fruit and vegetables بعد كده ممكن اقول له جملة تانية fruit and vegetables are very important for our bodies زي ما انا عايز بس لازم يكون المضمون حوالين الاكل الصحي وامثلة على الاكل الصحي secondly تاني حاجة we should do exercises everyday to keep fat يعني تاني حاجة لازم نعمل تمرين كتير كل يوم علشان نحافظ على ايه نحافظ على اللياقة البدنية بتاعتنا يعني to keep fat ممكن اقول له we should exercise a lot لازم نتمرن كتير اوكي بعد كده finally اخيرا we should sleep well لازم ننام كويس وما ننساش طبعا and drink much water ونشرب ميا كتير يبقى كل اللي انا قلته ده في اطار how to be healthy how to be healthy ممكن اعود اقول له we should eat healthy food we should eat fruit we should eat vegetables we should exercise a lot we should drink much of water كل دي حاجات ايه كل دي حاجات بتخلينا ايه stay healthy نبقى بصحة جيدة وبكده حلوين يكون التست التاني انتهى ونتمنى نتقابل قريب جدا باذن الله في التست التالت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة